أختنا مي من العراق تنوي أداء العمرة مع والدتها ومع زوج أختها وأختها تقول هل زوج أختها يشارك وعده محرما لها ولوالدتها زوج أختها بالتأكيد ليس محرما لأن المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح بنسب أو سبب مباح ليشمل الرضاع ويشمل أيضا الصهر هذا هو المحرم وأيضا زوجها محرم زوج المرأة محرم لها هذا هو المحرم وزوج أختها لا ينطبق عليه هذا الضابط المتفق عليه بين أهل العلم في من يكون محرما وبالتالي فإنه لا يصلح أن يكون محرما لا يصلح أن يكون محرما لها لا يصلح أن يكون محرما لها لأختها ولأمها لا بس لكن لها ليس محرما لها وإن كان لا يحل لها لأن الله تعالى قوى أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف في آية المحرمات لكن هذا فيما يتعلق بالتحريم المؤقت ولذلك المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد وهذه لا تحرم عليه على التأبيد إنما التحريم مؤقت وبالتالي فإنه ليس محرم لكن هل يجوز أن تسافر معه للعمرة أو لا هذه المسألة للعلماء فيها قولان وأقرب القولين أنه يجوز أن تسافر معه ومع أمها وجماعتها للعمرة إذا آمنت الفتنة على نفسها وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وهو قول في مذهب الإمام أحمد واختيار شخصها من تيميا وجماعة من آن الأن نعم محسن أحبكم